رغم مواصلاته دور المتابع بدل الفاعل في ملف الأزمة الليبية والذي بدت مع علمه أكثر منذ بداية الحرب على ترابلوس في الرابع من أبريل إلا أن الموقف الأمريكي شهد تحولاً على مستوى الخطاب وبدل اهتمام أكثر منذ قبل منذ أن قرر حفتر الاستعانة بالروس في حربه لاشتياح عاصمة البلاد معتبرين إياه مهدداً للسلام والاستقرار في ليبيا التخوف الأمريكي المتصاعد من وجود روسي على ضفاف المياه الدافئة تؤكده بيانات جهات أمريكية عدة آخرها ما صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون التي قالت إن الوجود الروسي بليبيا أضر بأنشطتهم في مكافحة الإرهاب ويقوض تعاون واشنطن مع شركائها في غرب إفريقيا بل إنه من الممكن أن يشكل عائقاً أمام حلفائهم العسكريين وأمام كفاح واشنطن ضد الإرهاب وبلغة الأرقام يتحدث البنتاجون عن رصدهم تزايداً ملحوظاً في أعداد مرتزقة شركة الفاغنر الروسية في ليبيا مقدرين إياه بما بين ثمانمائة وألف واربعمائة عنصر في الربع الأخير من عام 2019 بعد أن كانت أعدادهم تقدر بمئتي عنصر في سبتمبر من العام ذاته يذكر التقرير أيضاً بحديثة إسقاط طائرة أمريكية تابعة لقوات الأفريكم في أواخر نوفمبر من العام الماضي موضحاً أن عملية إسقاطها جرت بواسطة أنظمة الدفاع الجوي الروسية والمرتزقة الروس الذين يقاتلون إلى جانب حفتر غير أن لافتر الانتباه هو أن إدارة ترامب توقفت في تعطيها مع التوسع الروسي في ليبيا عبر دعمها لخليفة حفتر عند عبارات التنديد والاستنكار حتى إنها لم تتعداها إلى مستوى أكثر فاعلية لكبح جماحه فدعوته له بوقف الهجوم غابت عنها عبارات الإلزام فاستمر هجومه إلى أن تجاوز الثلاثمائة يوم مخلفاً وراءه ضحايا مدنيين بين قتيل وجريح وينظر عديد المراقبين إلى حجم الدور الذي لعبه الكونغرس الأمريكي في سياغة موقف جديد من الحرب في اليمن بأن المشهد ذاته سيتكرر في ليبيا مع وجود حراك بداخله يعد لإصدار عقوبات ضد موسكو بسبب نشر قوات فاغنر الروسية في ليبيا إضافة إلى سن تشريع يقنن عقوبات وزارة الخزانة للحد من نشاط روسيا يتولاه عضو لجنة العلاقات الخارجية السيناتور كريس كونس والسيناتور لينسي جراهام المقرب من الرئيس ترامب ومع كل ذلك تواصل موسكو سياسة الإنكار بوجود مرتزقة تابعين للدولة الروسية بشكل مباشر إذ عدهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجرد مواطنين روس ولا يتقاضون أي أموال منهم لكنه في ذات الوقت تعرقل موسكو قرارات دولية لإدانة عدوان حفتر ما يفتح الباب أمام طبيعة السياسة التي تنتهجها موسكو في ليبيا وإذا ما كان ذلك سيدفع واشنطن إلى التخلي عن دور المتابع واستبداله بدور آخر أكثر فاعلية لمواجهة محاولة التمدد الروسي في ليبيا ترجمة نانسي قنقر